السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبايب إن شاء الله تكونوا بخير وصح وسلامة يا رب أخواني اليوم نبنوريكم كيف تنقذ أصغر فرخ عندك في المجموعة يعني أصغر فرخ بين أخوانه زي كده يكون في الدرج مثلا يعني كيف تحافظ عليه وتنقذ حياته عند أخوانه الكبار طبعا أخوان هذا الفرخ فقصة البيضة متأخر يعني مزبوط يعني على حسب الأيام مزبوط بس متأخر يعني آخر واحد بين أخوانه شايفين الصغير ده هذا اللي ضايع حقه مسكين هذا بالفعل ضايع حقه قولوا لي كيف يعني وقت الأكل يعني بيحصل صعوبة عشان أمه توصل له الأكل يعرفته كيف وغير كده إنه حجمه صغير وأخوانه الكبار بيدعسوا عليه استخفر الله يا عبي أخوانه الكبار بيدعسوا عليه وصاحبنا مسكين يعني يعني يداقش عشان يعيش سبحان الله طيب هذا كيف تحافظ على حياته وتصحتوا إن شاء الله يعني كيف فهمكم طبعا نطير يا أخواننا يعني صغير في الحجم وراح يندعس من أخوانه وأخوانه ما هيشوفوه حتى وقت التأكل الأم برضو يعني ما هتلحق تأكله طب في الحالة هذه إيش هتسوي يا أخوان المربي أنا أقول لك إيش تسوي هتشيل الفرق هذا وتشوف عندك أي جوز منتج عنده فروخ بنفس العمر هذا أقوم أشيله وأحطه عند الجوز هناك عند الجوز الثاني اللي يكون عنده فروخ بنفس العمر هذا أشيله وأنقله أحطه هناك وإن شاء الله بإذن الله يعني حيلقى الرعاية الكويتة والاهتمام من الأم الثانية طبعاً هذه الطريقة أنا دائماً أستعملها مثلاً إذا عندي مثلاً أربعة أو خمسة فروخ آخر فرخين أقوم أنا أسحبهم وحطهم عند أم ثانية أكون عندها فروخ بنفس العمر حقها أو أني أسحب الفروخ الكبيرة أسحب الفروخ الكبيرة مثلاً يعني إذا حين ما شاء الله عندي هنا أربعة فروخ إذا أنتم شايفين واضح أو لا لا أربعة فروخ يصير أطلع الفرخين الكبار عشان ما شاء الله وزنهم وتقلهم بيدعسوا على الفرخ الصغير هذا اللي مغلبان مسكين فبيضية حقه صاحبنا فأسوي أي طريقة من الطريقتين هذه إذا لقيت فروخ ثانية بنفس عمره أروح أحطها جنبه هناك أو إني أسحب الفرخير الكبار عرفت كيف وهذا كل شيء يا أخوان إن شاء الله إذا أفدناكم أدعمونا بلايك واشتراك في القناة ويجزاكم الله ألف خير شكرا 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 شكرا